للسنة التاسعة على التوالي تخفف المساعدات العابرة للحدود جزءاً من معاناة ملايين السوريين المقيمين في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام حيث يقطنون مخيمات عشوائية تفتقر لأبسط مقومات الحياة القرار رقم 2156 الصادر عام 2014 عن مجلس الأمن الدولي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الأسد دون الرجوع إليه عبر أربعة معابر اثنان مع التركيا واثنان مع الأردني والعراق لطالما حاولت روسيا الداعمة لنظام دمشق أن تلغي القرار أو أن تستبدله بإدخال المساعدات عن طريق النظام وإلزام القوافل بالمرور من المناطق التي يسيطر عليها مستغلة معاناة الفارين من مناطق النظام لاستخدامها كورقة ضغط وابتزاز سياسي كما حاولت إلغاء تمديد القرار الذي كان يحصل كل ستة أشهر خلال السنوات الأخيرة ابتزاز روسيا لم يتوقف منذ عام 2014 حيث امتنعت عن التصويت لتمديد القرار واستخدمت حق النقد الفيتو لأكثر من مرة ما تسبب بتقليص المعابر التي كانت تدخل منها المساعدات بموجب القرار الدولي إلى نقطة واحدة هي معبر باب الهوى بين تركيا وإدلب أكثر من أربعة ملايين سوري يقتنون اليوم في محافظة إدلب الخارج عن سيطرة النظام معظمهم نازحون ومهجرون بعد سيطرة النظام على مدنهم وبلداتهم بات اليوم بحاجة للمساعدة أكثر من أي وقت مضى خصوصا عقب الزلزال الذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي حيث تؤكد تقديرات الأمم المتحدة أن زلزال شباط تسبب بتشريد أكثر من ثمانمائة وخمسين ألف سوري وجعلهم بلا مأوى اشتركوا في القناة